تستعد المملكة المتحدة للبدء في خطط الطوارئ في يناير المقبل بقطع طيار الكهربائي لمدة أربعة أيام كجزء من خطط الطوارئ الشتوية هذا وتفاقمت المخاوف من تقنين الوقود الشتوي عندما هددت النرويج بالحد من صدراتها إلى المملكة المتحدة وأوروبا الشتاء القادم وأعلنت الحكومة النرويجية أيضا عن قواعد جديدة تعمل على الحد من بيع الطاقة للدول الأجنبية في وقت سابق تواجه بريطانيا في فصل الشتاء عجزا في الطاقة الكهربائية بمقدار ستس إجمالي الطلب حتى بعد تشغيل محطة الفحم الطارئة وتعتبر الحكومة هذا الاحتمال أسوأ سيناريو معقول وتخطط المملكة المتحدة لقطع منظم للكهرباء في المصانع وحتى المنازل خلال فصل الشتاء مع استمرار أزمة نقص الغاز في عدد من دول العالم وأكد موقع بلومبرغ نقلا عن مسؤولين حكوميين إن المملكة المتحدة قد تحتاج إلى اتخاذ إجراءات طارئة للحفاظ على الغاز في يناير المقبل من بينها قطع منظم للكهرباء في المصانع وحتى المنازل مما يؤدي إلى المزيد من التضخم وذلك بعد إعلان روسيا وقف إمدادات الغاز مصدر حكومي أوضح أن بريطانيا قد تضطر إلى الاعتماد بشكل متزايد على شحنات الغاز القادمة عبر خطوط الأنابيب الأوروبية رغم أن إمداداتها ستكون ضعيفة مع تقييد روسيا للتدفقات مشيرا إلى أن هذا الأمر يمثل معضلة بالنسبة للمملكة المتحدة التي لديها ساعة تخزين محلية محدودة جدا ويقول مسؤولون أن دول أوروبا ستواجه أزمة عويصة حسب تعبيرهم في فصل الشتاء بعدما بدأت روسيا تخفض تدفقات الغاز يأتي ذلك فيما دخلت خطة الغاز الطارئة للاتحاد الأوروبي التي تهدف لزيادة استعداد التكتل لاحتمال وقف إمدادات الغاز الروسية حيز تنفيذ الفترة المقبلة وبموجب الخطة يتعين على دول الاتحاد الأوروبي أن يخفض استهلاكهم من الغاز ضواعية بالنسبة 15% وذلك خلال أول من أغسطس وحتى الحادي والسلاسين من مارس مقارنة بمتوسط الاستهلاك في نفس الفترة خلال الخمس سنوات الماضية وبحسب بيانات المفوضية الأوروبية سوف يتم توفير ما مقداره 45 مليار متر مكعب من الغاز لبلوغ الهدف المحدد أكدت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن صدرات روسيا من الغاز الطبعي عبر خطوط الأنابيب إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة هبطت حوالي 40% في الأشهر السبعة الأولى هذا العام مقارنة مع الفترة نفسها في 2021 وضفت الوكالة الحكومية أن الصدرات في منتصف يوليو 2022 ترجعت إلى مليار ومئتي مليون قدم مكعبة يوميا وهو أدنى مستوى في حوالي 40 عاما وللمزيد في سياق التقرير التالي لأدنى مستوى في أربعة عقود تهبط صادرات روسيا من الغاز الطبعي عبر خطوط الأنابيب إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في الأشهر السبعة الأولى هذا العام مقارنة مع الفترة نفسها في 2021 إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أشرت إلى أن الصدرات في منتصف يوليو 2022 تراجعت إلى 1.2 مليار قدم مكعب يوميا في غدون ذلك أعلنت وزارة التحول البيئي الإيطالي أن روما في وضع أفضل من دول أخرى بينما يقترب الشتاء بعد أن أبرمت اتفاقات مع دول منتجة للغاز الطبعي في أفريقيا وزادت بشكل كبير مغزوناتها من الغاز الوزارة الإيطالية أعلنت أن خزنات الغاز في إيطاليا مملوئة بنسبة 75% وتتجه للوصول إلى مستوى 90% الذي تستهدفه البلاد قبيل الشتاء وأضافت وزارة التحول البيئي الإيطالي أنه بموجب اتفاقية توصلت إليها دول الاتحاد الأوروبي في يوليو ستخفض إيطاليا استخدام الغاز بمقدار 5 مليارات متر مكعب هذا العام هذا وقد حصلت إيطاليا على 40% من مجمل وارداتها من الغاز العام الماضي من روسيا وتسعى جاهدة لخفض اعتمادها على الغاز الروسي وكانت الخطط الأوروبية التي تطالب الدول الأعضاء بخفض استهلكها من الغاز بنسبة 15% قد دخلت حيث التنفيذ لتعامل مع أزمة أسعار التقة التي أثرتها الأزمة الروسية الأوكرونية وقال مجلس الاتحاد الأوروبي إن الهدف من خفض الطلب على الغاز هو تعزيز الاحتياطي قبل الشتاء من أجل الاستعداد لانقطاع محتمل في إمدادات الغاز من روسيا ترجع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 8.5% خلال يوليو من مستوى 9.1% في يونيو الماضي جاءت الأرقام أقل من توقعات المحللين عند 8.7% هذا وسجلت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز ارتفاعا بـ 400 نقطة بعد صدور تقرير التضخم الأمريكي للمزيد من تفاصيل ينضم إلينا دكتور وليد جابالة الخبير الاقتصادي أهلا بك معنا دكتور وليد إلى أين يتجه العالم فيما يتعلق بارتفاع أسعار الطاقة أهلا وسهلا بحضرتك وبكل مشاهد القناة الأولى وأسمحي لي أن نبدأ من البداية بأن من المهم جدا عملية ترشيد الطاقة حتى في الظروف العادية ففي الظروف العادية الطاقة هي ثروة من ثروات الشعوب والحفاظ على ثروات الشعوب وتعظيم الاستفادة منها شيء مهم جدا ولكن هذا الأمر في الظروف الاستثنائية يجعل ما كان واجبا من الحفاظ على ثروات الشعوب أصبح أكثر حتمية وإلزاما في تلك الظروف الاستثنائية إذا تابعنا الوضع في العالم بنلاقي حتى الدول البترولية بنلاقي السعودية بتنفذ مشروع لترشيد استهلاك القهرباء الكويت بدأت بنهاية عام 2021 حمدت حاسس لترشيد الكهرباء في المتاكن هناك برامج لترشيد الكهرباء في دبي وفارت نحو مليار وثلاثمائة مليون درهم حتى نهاية 2020 قطر أيضا لديها مبادرات فنبلنا بدول أوروبا التي هي تعتبر من الدول التي في حاجة شديدة للطاقة بيعتبرها من الدول الصناعية طيب دكتور تقييمك لمسيرة الدول الأوروبية منذ بدء الأزمة الأوكرانية الروسية هل تسير بخطة ثابتة في هذا الأمر فيما يتعلق بأسعار الطاقة أيضا أسعار الغداء وكذا أم أنها هناك عشوائية في التعامل مع هذا الموقف الاستثنائي هذه الأزمة التي حدثت ما بين طبعا أوكرانيا وروسيا تقديرك وتقييمك لهذا الأداء من قبل الاتحاد الأوروبي هو الأمر ليس عشوائي ولكن هو متعلق بطبيعة النظر إلى أمن الطاقة أنا لما بأنظر إلى فرنسا بلاي فرنسا لازل لديها 56 محطة نووية بتساعدها في تنويع مصادر الطاقة إلى جوار الغاز بينما لما بلاي في ألمانيا وأيضا في بريطانيا بالله الاعتماد على الغاز هو الاعتماد الأساسي ويكون الغاز الروسي مؤثر في هذا الأمر فأمن الطاقة والدرس المستفاد من هذه الأزمة هو أن تنويع مصادر الطاقة شيء مهم جدا يعني لازم يكون الدولة المثالية هي التي تستخدم الغاز الطبيعي للحصول على القهرباء تستخدم طاقة الرياح الطاقة الشمسية طاقة المحطات النووية هذا هو الدرس المستفاد ولكن الواقع الحالي بيقول أن هناك دول بتعاني فيما بريطانيا والمانيا والنمسا وأصبحت الأصوات ترتفع حاليا وتحد تلك الدول كغيرها من دول الاتحاد الأوروبي مواطنيها بترشيد استهلاك الطاقة هذه الدول بتترنى كل على حصر طبيعته برامج محددة للوصول إلى مستهدفات محددة من ترشيد الطاقة حتى تستطيع المرور من تلك الأزمة نعم دكتور وليد جبالة الخبير على الاقتصادي أشكرك جزيل أعلن الاتحاد الأوروبي أن على ألمانيا خفض استخدام الغاز بعشرة مليارات متر مكعب لمواجهة النقص في إمدادات الغاز الروسي هذا وقررت الحكومة الألمانية خفض الإضاءة ليلا في شوارع العاصمة برلين توفيرا للطاقة لا تزال الدول الأوروبية تتأثر بالعملية العسكرية الروسية على أوكرانيا إما بسبب النقص القامحة أو قرار روسيا بتخفيض تصدير الغاز إلى الاتحاد الأوروبي فبينما تسيطر المخاوف على أوروبا من إقدام روسيا على قطع إمدادات الغاز عنها تواقه ألمانيا موقفا عصيبا قد يضطرها إلى مجارات الحلفاء الغربيين الذين يطالبون بتجديد العقوبات المفروضة على موسكو بسبب عملياتها العسكرية على أوكرانيا الحكومة الألمانية أكدت أن المستشار شالتز لا يفكر في التراجع عن فرض العقوبات على روسيا حتى مع توقع ارتفاع تكلفة الطاقة بشكل أكبر برلين أكدت وقوفها بحزم مع أوكرانيا رغم الإقرار بالصعوبات التي تلوح في الأفق ألمانيا بين خيارين كلاهما مر الأول هو اعتمادها شبه الكامل على الغاز والنفط الروسيين مع عدم توافر بدائل أخرى والآخر هو أن تدعم أوكرانيا استجابة لسياسة التحالف الغربي للضغط على روسيا اقتصاديا الأزمة التي تمر بها ألمانيا دفعت الحكومة لأن تطلب من الشعب بتوفير 20% على الأقل من استخداماتهم للطاقة لتجنب نقص الغاز بحلول ديسمبر بسبب انخفاض واردة الغاز الروسية أعلن مكتب الإحصاء الوطنية في الصين أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة أقل من المتوقع تقدر بـ 2.7% على أساس سنوي في شهر يوليو الماضي هو أعلى مستوى له منذ يوليو 2020 أكد مكتب الإحصاء الوطني في الصين أن أسعار الأغذية دفعت المؤشرة للارتفاع فقد ارتفعت بنسبة 20.2% وأسعار الخضروات بنسبة 12.9% خلال الشهر الماضي كان مؤشر أسعار المنتجين ارتفع بنسبة 4.2% في يوليو على أساس سنوي وتعده هذه أقل زيادة يتم تسجيلها منذ فبراير 2021